كل الحواس تنام معت الأذن فأنت إذا قربت يدك من شخص نائم لا يستيقظ وإذا ملأت الغرف عطرا أو حتى غازا ساما فأنه يستنشقه ويموت دون أن يستيقظ ولكن إذا أحدثت صوتا عاليا فإنه يقوم من النوم والأذن هي أول حاسة تعمل منذ الولادة وهي أداة الاستدعاء عند البعث وفي سورة الكهف يخبرنا جل جلاله بأن سبب نوم الفتية هذه السنين الطويلة هي أنه تعالى ضرب على آذانهم فأصبح النهار كالليل بلا ضجيج فسبحان الحي الذي لا يموت